متى الهد للمخرج الاسلند المعروف ريكنار باراكا نسون طبعا هذا الفيلم لاقى نجاحا كبيرا أثناء عرض في المهرجانات السينمائية حيث شارك في مهرجان تورونتو السينمائي وأيضا مهرجان يوت بوري السينمائي وعرض في العديد من الدول مثل البرازيل وألمانيا وكوريا الجنوبية ويذكر أن الممثلة ثورب يوريك هوليكا لاقت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء على الدور التي أدته في هذا الفيلم فبعا مشاهدين هذا الفيلم ناطق باللغة العسلندية ومدة العرض ساعة وثلاثين دقيقة فراكم نروح مع بعض نتعرف أكثر على هذا الفيلم من الثمي هؤلاء المترجمات أخيراً سوء. هناك البرت أفضل. لا يمكنني حيث أنت لتسعر بأسفل. حتى تكون حالاً أماماً. هل تكون حسناً لكي؟ لا يمكنني أن ن تسعر بأسفلها في هذا المنزل. أمام أضع أن أخير مسمى هرا. وشهر جداً من أصبحت في أجلالي وشهر في المنطقة في عملية وشهر في التصوير يتحدث عن الوصول والجلس ويوجد الأشخاص والجلس وشهر يتحدث عن حلق المنطقة في العمل وشهر في الوصول أنا كنت ملتقلت إنه شخص ملتقل جداً ومعاً كمتالي موسيقى أمشاهدت القطار. ومن أستغلت حقا بصورة الفكرة من قرأتها. كنه الأخي في هذا الفيديو شيء ما أم لا يوجد أو رأى أماما. وأيضا من جديد أفضل شئ أشياء ينبقى لا يزعيد وإنها ، لا يكون عالية ببعض أو شيئا لذلك في هذا الفيديو، لكنني لقد أستطعب وقفت بفضل في فيه بعد هذا الفيديو. كان مرحبا فأنا أبداً عن كل شيء أعطي إليها فقط أن تصدق بكثير من نفسه فأنت أكثر منها لكي تكون هناك كلما فأنت أعطي كنت أريد أن تقوم بها